الحروب التي تحصل اليوم في العراق وفي سوريا وفي بلدي الذي كان اسمه دولة اليمن ولم تعد لنا دولة يا حكومة على السورة او لا ملحقنا العسكري صعب انت تتجيب معذور مزقت دولتنا باسم الطائفية نحن في اليمن الف سنة يا اخواني الف سنة نحن والزيدية اخوة يرضى من يرضى ويسخط من يسخط لا يعنيني كلمة الحق اقولها نحن والزيدية اخوة الف سنة وهم اقرب لا اهل السنة ويقولون بجواز ولاية المفضول على الافضل فهم يفضلون سيدنا علي لكن يصححون خلافة ابي بكر وعمر هذا مذهب الزيدية اثيرت فتنة خلال الثلاثين السنة الماضية جاءت مذهب ليست من اليمن نحن في اليمن شافعية وزيدية واقلية حنفية واقلية اسماعيلية وطائفة يهودية موجودة من قبل الاسلام في اليمن دخلت علينا اراء اخرى اسلامية اوجدت فتنة فيما بيننا جاءت دول من الخارج وارادت توظيف ما لديها للعب على وتر الطائفية كما حصل في العراق العراق قبل الاحتلال كنت تجد الشمري العراقي فخيد سني وفخيد شيعي وهذا يتزوج من هذا وبينهم تزاور تجد القبيسي القبيسي العراقي فخيد سني وفخيد شيعي وهذا يتزوج من هذا ويتزاوران بعد الاحتلال قام الاقتتال الطائفي بينهم اذا لابد ان نفرق بين التوظيف السياسي للخطاب الديني المتنافر المحترد وبين حقيقة الخطاب الديني نعم وجد كثير من المغفلين انا اسف عن لفظ لكن عندما احسن الضن سأقول مغفلين انا هنا احاول احسن الضن وجد كثير من المغفلين المتحمسين المندفعين في الخطاب الديني من السنة ومن الشيعة يشبون النار ليقتتل بعضنا ضد بعض هذا مرفوض صحيح نرفض الامتداد الشيعي في السودان طاريخ السودان ليس فيه الشيعة لماذا انت تأتي بتوظيف اموال دولة لتنشر التشييع كذلك في المقابل لماذا تأتي لتنشر لتوجه السلفي هنا انت تريد تكون سلفي كن سلفيا لا احد يرفض كن شيعيا لا احد يرفض لكن انا يتحول المسألة الى جزء من مد النفوذ السياسي لا هنا يصبح عبث بالسلم المجتمعي هذا حصل في بلادنا هذا حصل في بلادنا يا اخوان لست ضد حرية الرأي كن ما شئت ما دمت قد اشتهدت فأوصلك عقلك الى ذلك اقرأ اليوم لا يوجد عجاب على القراءة والاطلاع لكن ان يكون ضمن اطار سياسي لتصارع قوى في المنطقة اليمن اصبحت اليوم مسرح لقتال الاقتتال اقليمي على ارض اليمن لا لا نرضى ان يحصل بالسودان ما حصل عندنا او يتكرر ما حصل في سوريا في العراق سالله ان يفرج عن الجميع ليبيا على مدى التاريخ وهي اشعرية مالكية اليس كذلك ليبيا على مدى التاريخ اشعرية مالكية وعلى مشرب الجنيه بلد المنارات منارات يعني مدارس تحفيظ القرآن من اكثر البلاد اعتناعا بحفظ القرآن الكريم اصبح اهلها اليوم يقتتلون باسم الدين هذا يرى الثاني كافر وهذا يرى الثاني مرتد لا وجب الان على علماء الدين ودعاتهم ان يصطفوا صفا واحد وسامحوني على الجرأ وسوء الأدب سادة العلماء وين كنتم مخطئا صوبوني وجب علينا اليوم ان نصطف صفا واحدا لننتزع الخطاب الشرعي من الايد التي تعبث به الخطاب الديني الخطاب الديني تم خطافه وعلينا واجب جهاده في ان نسترد هذا الخطاب ممن يلعب به ويعبث به الناس اليوم صارت تتجه الى الالحاد الشباب يتبجيون للالحاد ولو لم اكن اعرف الاسلام لكفرت بالذي يعرض اليوم على انه اسلام لا يقبل عقل ولا يقبل قلب ولا تقبله روح لهذا الذي قال قبل قليل ان الوقت وقتكم نعم الوقت وقتكم محاشر أهل الطريق الوقت وقتكم ليس بالانتزاع كما انتزع غيركم ليس بالاستئثار ليس بحض النفس وقتنا نحن لا لا ليس بالنشوة الوقت وقتنا لنكون خدما الوقت وقتنا لنكون خدامين للدين وخدامين للبشر إكراما لخالقهم في خدمة خالقهم وحتى يكون الوقت ووقتنا في ذلك فينبغي أن نفع الجميع نحب الجميع نرحم الجميع نحسن الظن في الجميع حتى عندما نقص في استثناءات لا ينبغي أن تكون قاعدة في التقويم ينبغي أن تكون قصوة الأب الرحيم أو الأخ الرحيم أو الأبن المحب وليست قصوة المضاد والعدو ينبغي أن نستعيد مشارب القوم أخلاق القوم تعاملات القوم اللالوب الذي أهدي إلينا نريد اللالوب يشتغل في الليل في طلب الرحمة للأمة هذا الذي يسبك ويكفرك ويهدر دمك بل ربما يخطط لقتلك أو قتل بعض إخوتك بحجة أنك مرتد قوم في الليل وشغل اللالوب لكن انتبه لا تشغل اللالوب في الدعاء عليه اللالوب ما لهذا صنع وبعدين لو حصلت له مصيبة تقول الله أكبر كرامة ما يشت كرامة شغل اللالوب في الليل في طلب الهداية له شغل اللالوب في الليل في طلب استمطار الرحمة لقلبه إذا صعب علي أو عليك ذلك فنحن بشر أحيانا من شدة التألم يصعب علينا أن نبذل هذا المعنى من المسامحة إذا صعب عليك شغل اللالوب بنية تطهير قلبك أول تشغل للالوب يا رب قلبي توسخ بالبغضاء لا تبت أن تراضي بالبغضاء في قلبك والله يا إخواني إنها القوة التي جعلت أدغال السودان تشهد أن لا إله إلا الله بدون قطرة دماء هذه القوة التي ينبغي أن نستعيدها قوة المحبة في المخطاب قوة الرحمة قوة الاحتمال مقابلة الإساءة بالإحسان ما ازداد عبد بعفو إلا عزة